يساعد تلميذان رانيم ومحمد للعودة إلى مقاعد دراسة بعد توقف داما ثمانية أشهر رانيم تلميذ في المتوسطة ومحمد يزاول دراسته في الطور الثانوي فقد انتلقت تحضيراتهم للموسم الدراسي الجديد وكلهم أمل وشوق بهذه العودة شهر هذا 9 سبتمب ختمنا في مراجعة وتع أكتب ختمنا في مراجعة وإن شاء الله ننقاو توفيق لهم وإن شاء الله ننقاو مشكل معهم في الدخول المدرسي هذا وننقاو إن شاء الله يكونوا نتائج مليحة 8 شهر ما قرناش نشغل نسينا القرية اللي كنا متذكرينها ما رأيوا يوقف علينا القرية على الوقف علينا بش نتذكر الأشياء اللي قررناها في السنة الماضية مراجعة للمقرر الدراسي والتأكيد على الشق النفسي عاملان أساسيا تعاول عليهم والدتهما علوة عن إجبارهم بضرورة تقيد بإجراءات مكافحة الوباء مع التنقل معهما في أول يوم للدخول المدرسي كانت هناك تحضيرات بسيكولوجية للتلاميذ خصوصاً لأبنائي كانت هناك تحضيرات من جهة الكورونا حضرتهم على أساس الوقاية على وسائل النظافة على أساس لحافظوا على النظافة تحهم سواء معهم أو مع التلاميذ أو بالنسبة حتى المعلمين الحمد لله عندي أم راجعت لي وش رح يطيح في النهار الأول حضرتنا نفسياً حضرتنا نفسياً وحفظنا على سنة كيف رح يكونوا دورس من الأول تري ماستر حتى الأخر تري ماستر ويبقى على التلاميذ تحمل مسؤولياتهم ميزاء هذا الوضع لاجتياز الموسم الدراسية في أحسن الظروف شكراً